وصلنا مشاهدين الكرام إلى ركلات الترجيح سيبدو اللاعبون أقصى ما لديهم من جهد المحافظة على الهدوء على هدوء عصابهم الآن مع تنفيذ الراكلة الأولى قد تكون الراكلة الأولى هي الأهم تزديدة قوية وجميلة ثقة واضحة عليه وكرة في منتع الروعة الكرة في المرمى نتيجة واحد واحد بدأ لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الراكلة لكنه تمكن من التسجيل تقدم وسددها بكل ثقاب هذه ركلة جزاء مذهلة ثاني لاعب يسدد تزديدة في منتع الروعة في منتع القوة بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها ثالث منفذي الراكلات حسرة كبيرة نعم لقد ضيع الراكلة ثم مع الثالث الآن يمكنها الحارس يا سلام الله على هذا التعلق عندما نكون حارس كالف ينجح في صد الراكلة الله على هذه اللطة على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى الدور على لاعب رابع لتنفيذ الراكلة لعبها بشكل رائع سيطر على أصابه وسجل ضربة الجزاء ببرام مصر علي تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه مصر علي تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه وهدف ويقفز الجمهور من الفرح الله كورة في منتر واخدها الحارس بطريقة بارعة لعب الكورة في الاتجاه الآخر شناوي عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم لكي يعيد الأمل لفريقه أوه كورة رائعة حمل على عاتفه مهمة كبيرة وكان في المعاد تألق الحارس في هذه الكورة الآن الدور على اللاعب السادس يضعها اليمين روعة في التنفيذ حارس في تيهب الكورة في تيهب أخرى الأردن يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة وقت اللاعب السابع سددها على إسار حارس المرمى يا لها من ثقة يا لها من إمكاريات كورة في المرمى الأردن يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة والسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله وصلنا إلى المسدد الثامن تقدم وسددها بكل ثقة هذه ركلة جزاء مذهلة الأردن عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء المسدد التاسع يتقدم كورة ملعوبة في الجانب العيسر من المرمى سيطر على أصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة الأردن يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة المنفذ العاشر يتقدم الآن تسجيلة في منتع الروعة في منتع القوة بدل أنه مستحيل التصدي لها الأردن يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة وهدف ويقفز الجمهور من الفرح نصل لآخر لاعب المسدد الحادي عشر ثقة واضحة عليه وكورة في منتع الروعة الأردن عليه تسجيل هذه الكورة للحفاظ على حظوظه والسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله محمد صلاح يتقدم لتسجيل ركلة الترجيح الله ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة الأردن يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة مصفى محمد حان دورة من أجل تسجيل الركلة سيطر على أصابه وسجل ضربة الجزاء ببرام الأردن يجب التسجيل من أجل بقاة في المباراة يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء والآن الدور على عمر مرموش يا لها من ثقة يا لها من امكاريات كرة في المرمى الأردن يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن الأردن يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن وهدف ويقفز الجمهور من الفرح يا سلام تنفيذ رائع الكرة في زاوية الحارس في الأخرى محمود ريزيقين يحاول حفاظ على تركيز الآن من أجل التسجيل يا لعيب لمسة كانت رائعا الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى الأردن عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة سام مرسي يتقدم لتسجيل الركلة الترجيحية يبدو أنه بثقة عالية تسجيل في منتع الروعة في منتع القوة بدل أنه مستحيل التصدي لها الأردن يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة الأردن يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة والسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أماله تقدم وسددها بكل ثقة هذه ركلة جزاء مذهلة حمد النيني يتقدم لتسجيل ركلة الترجيح يلعبها في الجانب العيسر يا لها من ثقة يا لها من امكاريات كرة في المرمى الأردن يحاول يبقى على حضوظ قائمة الآن يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء زيزو حان دورة من أجل تسجيل الركلة يضعها على اليمين ثقة واضحة عليه وكرة في مجال روعاب الأردن عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه وهدف ويقفز الجمهور من الفرح محمد هاني يحاول حفاظ على تركيزه الآن من أجل التسجيل يتصدى حارس المرمى للركلة تصدي غير عادي من حارس المرمى مبارات كبيرة لهذا الحارس شناوي هو الأمل الأخير لفريقة إذا صد هذه الركلة وإلا أنتهى كل شيء يرسل الآن ينجح في مكان فريقة هذه كرة الأطمانان والآن الدور على علي قبر أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر ضربة مذهلة الأردن يجب التسجيل من أجل البقاء في المبارات وسجل ويستمر فريقة في القتال في المحافظة على أمل محمود كهرباب يتقدم لتسجيل الركلة الترجيحية يبدو أنه بثقة عالية يلعبها مباشرة في متصف المرمى سيطر على أصابة وسجل ضربة الجزاء ببراء الأردن عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه هدف ولا تزال أمالهم في المبارات موجودة شناوي حان دورة من أجل تسجيل الركلة يلعبها لكنها مات لعبها ببراءة كبيرة لكن إطار المرمى كان عندها رأي آخر شناوي إذا صدها سيعيد الأمل لفريقة طموح الفوز لا زال موجود أوه كورة رائعة حمل على عتكه مهمة كبيرة وكان في المعاد محمد صلاح يحاول حفاظ على تركيز الآن من أجل التسجيل تسجيل في منتع الروعة في منتع القوة بدأ لأنه مستحيل التصدي لها الأردن يحاول يبقى على حضور قائمة الآن وسجل ويستمر فريقة في القتال في المحافظة على أمله مصطفى محمد يتقدم لتزيد ركلة الترجيح تقدم وسددها بكل ثقاب هذه ركلة جزاء مذهلة الأردن يحاول يبقى على حضور قائمة الآن الأردن يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء عمر مرموش يحاول حفاظ على تركيز الآن من أجل التسجيل يلعبها عالية لقد حاول توجيه الكرة وسددها لكن بقوة أكثر من الآزب شناوي هو الأمل الأخير لفريقة إذا صد هذه الركلة وإلا أنتهى كل شيء يتقدم لتسجيل الركلة الترجيحية يبدو أنه بثقة عالية يا لها من ثقة يا لها من إمكانيات كرة في المرمى الأردن عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه الأردن عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه وهدف ويقفز الجمهور من الفرح سام مرسي حان دوره من أجل تسجيل الركلة سيطر على عصابة وسجل ضربة الجزاء ببرام الأردن يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة حمد النيني يتقدم لتسجيل ركلة الترجيح بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى الأردن يحاول يبقى على حضوظه قائمة الآن وسجل ويستمر فريقا في القتال في المحافظة على أماله والآن الدور على زيزو لاعبها عالية فوق العارضة تزديدة قوية ولكنها ضائعة فوق العارضة شناوي عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم أوه كورة رائعة حمل على عاتفه مهمة كبيرة وكان في المعاد حمد هاني يتقدم لتسجيل الركلة الترجيحية يبدو أنه بثقة عالية ثقة واضحة عليه وكورة في مجرع الأردن يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء علي قبر حان دورة من أجل تسجيل الركلة يا لها من ثقة يا لها من إمكانيات كورة في المرمى الأردن عليه تسجيل هذه الكورة للحفاظ على حظوظه هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة محمود كهربا يحاول حفاظ على تركيز الآن من أجل التسجيل الله على هذا التصدي هلام حانس في منتأة تركيز يمكنها ببرعاة شناوي إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه طموح الفوز لا زال موجود يا سلام ينجح في أمكان الفريقه هذه كرة الأطمانان تركيز رائع من حارس المرمى وتصدي مذهش شناوي يتقدم لتزيد ركلة الترجيح تقدم وسددها بكل ثقة هذه ركلة جزاء مذهلة الأردن يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن أنهت هذه الركلة المباراة مصر فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكورة على الرغم من صعوبة المباراة نجح الفريق في الانتصار في النهاية بركلات الترجيح ترجمة نانسي قنقر